اكدت ساعدة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة مواصلة الجهود لتعزيز مستوى خدمات الصحة العامة المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين لا سيما من خلال الاستمرار في المزيد من الشراكات مع المؤسسات التعليمية لضمان التكامل في التعليم الصحي وتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية جاء ذلك خلال حضور الوزيرة توقيع مراكز الرعاية الصحية الاولية والكلية الملكية للجراحين في ايرلندا جامعة البحرين الطبية اتفاقية تعاون تهدف الى تعزيز خدمات الرعاية الصحية في مملكة البحرين وتطوير عملية التعليم الطبي والتدريب لطلبة كلية الطب والعلوم الطبية بالكلية ورحبت الدكتورة لولو راشد شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الاولية بتوقيع هذه الاتفاقية مؤكدة بأنها ستسهم في توطيد مسارات التعاون القائم بين الجانبين ومؤكدة التزام مراكز الرعاية الصحية الأولية بتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع وعلى كافة المستويات ومن جانبه أكد البروفيسور سمير لعتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في أرلندا جامعة البحرين الطبية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دائرة الشراكة القائمة بين الكلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتوطيد التعاون بينهما في مجالات أرحب وبما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية في مجال التعليم الطبي وإعداد الدراسات والبحوث الإكلينيكية هذا وتشمل اتفاقية التعاون الموقعة تؤفير مراكز الرعاية الصحية الأولية مرافقها الوقائية والعلاجية لأغراض التعليم وتدريب والبحث العلمي لأساتذة الكلية وبالمقابل توفر الكلية الخدمات المساندة من مختبرات ومكتبات وخدمات تشخيصية وعلاجية لمراكز الرعاية الصحية الأولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر